اندلع حريق جديد بإقليم شفشاون اندلع حريق غابوي مهول في غابة بالقرب من مركز خميس المضيق بإقليم شفشاون ليلة الخميس الجمعة وأفادت مصادر محلية أن الحريق اندلع في ظروف غامضة وأسباب مجهولة مرجحة أن يكون نشوب هذا الحريق بسبب شخص أضرم النار في المكان وحسب نفس المصادر فإن النيران قد أتت في حوالي الساعة العاشرة ليلا على أزيد من 20 هكتارا من الأشجار والأحشب الثانوية وقد صنفرت مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية عناصرها بالمنطقة في محاولة للسيطرة على الحريق ووضع حد لانتشاره تجدر الإشارة إلى أن أقاليم المملكة عرفت حرائق مهولة خلال الأشهر الأخيرة أتت على هكتارات شاسعة من الغطاء الغابوي بعضها كان عائدا لأسباب طبيعية فيما أخرى كانت حرائق مفتعلة وقد تم اعتقال متورطين في إذرام النار بالغابات في عدة حرائق ترجمة نانسي قنقر